فنان جزائري شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية يعيش مع أفراد عائلته المتكونة من عشرة أشخاص في بيت ضيق أعلى سطح العمارة اليوم سقط مريضاً لا يملك حتى تكاليف العلاج لنتابع محمد مقطيف فنان جزائري شارك في العديد من الأعمال الكوميدية كان له دور خلال رمضان الماضي بمسلسل حوشنا الذي بث عبر قناة النهار يعاني وضعاً صحياً حرجاً يستدعي عملية جراحية مستعجلة أولاً الوضعية الصحية محمد أولاً كان في المستشفى تغنيف بولاية معسكر كان يعاني اجتماء وكان يعاني من مرض المرارة عند المرارة كانت منتفخة وفيها حجرة حزب الأطباء وحزب التحاليل اللي درناهم بعد نقلناه لمستشفى حيث بلاتو مستشفى بلاتو بيوهران مستشفى بلاتو بيوهران تم قعد 16 يوم يعالج يعالجوا فيه ويسويبوا فيه قبل عيد قبل أيام العيد الأطحى المبارك قالوا لو طلع روح للدار وحنا إن شاء الله أبرين عايطولك وننبروغرامو العملية في ذا كل مومو حنايا شفنا محمد شفنا محمد شوية تأطر شيء المرض زاد عليه ظروف اجتماعية صعبة للغاية يعاني منها محمد الذي اتخذ هواية التمثيل مهنة له فلم توفيه حقا أحضر الحمد لله وعلاس كمنا نخدمو الشحناية كما نقول الحمد لله مع الشعب نخدمو الشوية على الشوية مرنة ما بدي الواد بدكوش ورح لكي مرت كانت نخمم جد كين دير أه أنا الحمد لله كان صحابي بيني ويقول موي خاصني الحمد لله دعمك بكبو معايا كما نقول ودركة عندي وحدة العملية حد الآن ما لابا لي شعال ما 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 قدشو قولو مش عاد تكيجي كيقولونا طبطة وعنا شعال هدي منامنا مبعد هناله هادرو ومبعد مويدة بوريس هنالو اعطينا لو وشرحنا لو الوضعية تاعو اعطينا لو قاع التحاليل والرابور تاعو قال لنا باللي القراءة الاولية تاعه قال لنا باللي عنده هزوج عمليات العملية اللولة تخص عملية لازار تعتيو باش يديقاجو له هديك الحجرة بس كل حاجة كانت في المرارة وأبري تفرقتت في القراءة أبري العملية الزوجة يقلعو له المرارة بس كل المرارة راهي منتفخها هما الدولة دي سيسيون قال لك حنا رانا هنا يا نعاونه باللي نجمو وان شاء الله نديرو له العملية ويريح وان شاء الله نطلبو له الشيفاء يا ربي ناهيك عن أزمة السكن التي يعاني منها والتي حرمته من الزواج مما تعقدت حالته النفسية خصوصا وأنهم من أقدم العائلات المطالبين بالسكن لائق عندي مشكلة على السكن وهنا عشرة هنا في الدار هذه الدار في سطح؟ وهذه في سطح ثم رانا في 43 عام راني هنا ندرت نيداء 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 وما زال كما نقولون تحركت الدعوة حلا شو حلا شو نطلبوه نطلبوه إن شاء الله من معنيين بالأمر هما دبروا رسالهم حلا شو قولنا زيما كما نقول ذوكرا عندي استورة بدعم ما تزوجت ما أخش عليها وين ديرها ما ندرك بروبلم ما عندي شنا كما نقولوا شهرية بلاش نتكري و أيا غادوا أكملت كارية وين نروحونا ويا عدنا غير رمضان مو سلسل عدنا في رمضان شا تدي أنا حدا زيما قدي باولا نخدم نخدم ثلاث ايام والأربع ايام يعطوها هذيك المكتوب نفوت فيها غير رمضان عندي كين جورت على رمضان زيما كفودها غاية كين جور الأخرى فودها سليك والله العالم شو والحمد لله والحمد لله كما نقولوا رنم على الشعب تاعنا زيما ره وقف معنا وصي والله للشعب ره وقف هو اليوم يوجه نداء استغاثة للجهات الوصية للنظر إلى حاله وإعادة الحياة لروح مرحة كانت دائما عنوانا للابتسامة موسيقى موسيقى شكرا